مر اسبوع من اللقاء السابق وخلال هذا الاسبوع حدثت بعض الامور اود ان اتطرق لها قبل الدخول في تفاصيل المؤتمر عفوا في تفاصيل جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم في خطاب يعتبر منعطف في عمر هذه الحكومة السيد رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي حدد السادس من حزيران من العام القادم موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة هنا اود ان اوضح بعض الامور واضع الضوء على بعض النقاط الرئيسية في هذا القرار قرار تحديد موعد الانتخابات ابتداء هذا القرار لم يأتي اعتباطا ولا هو مفاجأ هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيدة ومعمقة لطبيعة ظروف هذه العملية الانتخابية وما تحتاجه وما هو دور الحكومة وما هو دور الاطراف الاخرى والمؤسسات الاخرى هذا القرار لم يأتي كردة فعل ولا هو عنصر من عناصر التدافع السياسي وليس للسيد رئيس الوزراء اي نية ان يدخل في مجال التدافع السياسي خاصة في موضوع اساسي وحساس ويعتبر المهمة الاساس لهذه الحكومة وكان البندل الاول من منهاج الحكومة اذا هذا القرار جاء تلبية لرغبة شعبية ارادة شعبية كلفتنا كعراقيين المئات من الشهداء طالبت باجراء انتخابات وبكرة جاء هذا القرار تلبية لهذه الارادة هذا القرار ايضا جاء تلبية لرغبة اعلنت عنها المرجعية الدينية رشيدة هذا القرار قرار تحديد الموعد وكرر مرة ثانية التزاما بالمنهاج الحكومي عملية الانتخابات عملية معقدة خاصة في ظل هذه الظروف المعقدة ليعيشها البلد لذلك هي بحاجة الحكومة بحاجة الى تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لاجراء هذه الانتخابات كي تتمكن من خلق بيئة ومناخ يسمح باجراء انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن تأثير المال السياسي بعيدة عن تأثير السلاح المنفلت خلق اجواء مناسبة لكل القوى السياسية لكل الفعاليات السياسية وحصص متساوية من اجل عرض برامجهم الانتخابية كل هذا جاء بحساب دقيق ومتابعة مباشرة من السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق مستشاره للانتخابات الذي يمتلك فريقا اعدة تقديرا كاملا حسب الظروف وليمر بها البلد وحسب الرغبة رغبة هذه الحكومة بتأمين اجواء مناسبة لهذه الانتخابات عن قناعة بان ليس الموضوع مجرد اجراء انتخابات بل اجراء انتخابات حرة نزيهة مفصلية في تاريخ هذا البلد حادثة اخرى هزت الرأي العام وهزت ضمير الرأي العام وهي حادثة الاعتداء على الحدث حامد سعيد بالطريقة اللي شفتوها بالتصوير الفيديو المسجل لهذه الحادثة واطلعت على السرعة اللي امر بها رئيس مجلس وزراء بتشكيل مجلس تحقيقي اتى ثماره واتى نتائجة بعد ساعات بتحديد الجهة المؤسسة الامنية التي قامت قام بعض افرادها بهذا الفعل تم اعتقالهم وإلغاء عقودهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل قبل هذا الإجراء الأول اللي أمر بالقائد العام للقوات المسلحة هو إعفاء قائد هذه القوة من منصبه وإحالته إلى الأمر هذا التصرف لهذه العناصر من هذه القوة لا يمثل بالتأكيد جميع أفراد هذه القوة ولا يمثل بالتأكيد المؤسسة الأمنية العراقية الحريصة على حماية الناس وحماية المتظاهرين إذن أي سلوك فردي لفرد أو مجموعة أفراد لا يمكن بكل أحوال أن ينعكس على احترام وتقدير ما تقوم به القوات الأمنية سواء الاختصاص داخل المدن أو الحدود أو خارج المدن هنا أمر القائد العام القوات المسلحة بإعادة تقييم تجربة تشكيل هذه القوة قوة حفظ القانون مثل ما تعرفون هذه القوة تشكلت في منتصف تقريبا منتصف شهر تشرين من العام الماضي بعد سبوعين تقريبا من بدء الاحتجاجات بالتأكيد تتذكرون طبيعة الظروف اللي كانت محيطة الأرباك اللي كان موجود عند الحكومة هكذا تشكيل بهكذا توقيت وهكذا غروف بالتأكيد تشوب تشكيله الكثير من الأخطاء لذلك قبل قليل انتهى اجتماع بعد اجتماع مجلس وزراء بين السيد رئيس مجلس وزراء ووزير الداخلية حول هذا الموضوع الغرض منه إعادة تقييم هذه القوة تشخيص مكان من الخلل طبيعة التدريب اللي تلقوا أعضاء هذه القوة محاولة إخضاعهم لتدريب مكثف حول طريقة التعاطي مع الاحتجاجات وغيرها حول طريقة التعاطي مع حقوق الإنسان وبالمناسبة هناك توجيه من القادة العام للقوات المسلحة بتفعيل المؤسسات المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية تفعيلها ليس فقط في حفظ القانون كانت جريمة الاعتداء على الحدث طعنة في منظومة القيم منظومة القيم الاجتماعية اللي معروف بها العراقي لذلك لاحظت مردود الأفعال على كل المستويات السياسية والاجتماعية وغيرها وكانت رافضة لهذا الاعتداء الذي لا يمثل المؤسسة الأمنية إنما تصرف فردي لأشخاص ومجموعة أفراد من قوة معينة ستخضع لعادة التقييم مثل ما قلت لكم حادثة مهمة أيضا شغلة الرأي العام وهي تعكس عن بعض مكامن الخلل والفساد الإداري واستغلال النفوذ وهي حادثة تأخير تأخير إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من بغداد إلى بيروت يوم 37 كانت محل اهتمام مباشر أيضا من لدن السيد رئيس مجلس وزراء سيد مصطفى الكاظمي على الفور أمر بتشكيل فريق يتابع هذه القضية سباب حدوثها ومن هو المتورط في حادثة التأخير وصدرت أوامر من سيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن إنهاء تكليف السيد علي محسن هاشم مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ذلك لأن حتى تعيين جاء خلافا لأمر ديواني سابق بالرجوع إلى السيد رئيس الوزراء فيما يخص تعيين المناصب العليا إذن مخالفة لأمر ديواني بتعيين السيد مدير عام الخطوط الجوية العراقية على اعتبار أن السيد رئيس الوزراء ومن خلال أمر ديواني أن هذه المناصب من صلاحية الحصرية وهذا الأمر الديواني وصل إلى جميع الوزراء والمؤسسات فيما يخص شخص آخر أو موظف آخر وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة السيد علي محسن هاشم إلى وظيفته السابق مدير الخطوط الجوية العراقية هناك هناك أيضا سلوك ليس له ما يسوغه قانونيا وإداريا من قبل أحد موظفي وزارة النقل وبصفته أقارب السيد الوزير هذا الموظف المدعو أحمد عاصم حسين بدر وما أقدم عليه من تأخير إقلاع الطائرة المتوجهة من بغداد إلى بيروت بتاريخ 307 2020 على متن الرحلة المرقمة 131 لمدة طويلة هذا السلوك بحد ذاته يعده تجاوزا على القانون ويثير المسؤولية الشخصية أزاء من قام به كونه يمثل نوعا من أنواع الفساد الإداري من خلال استغلال النفوذ لتحقيق منفعة شخصية إذ أثبتت إجراءات التحقيق الأولية التي أجرتها اللجنة المقتصة أن تلك المنفعة الشخصية ما كانت لتتحقق لولا استغلال المذكور لنفوذه وبتعاون كل من مدير محطة بغداد الذي خالف التعليمات بالدخول إلى قمرة القيادة بعد الوقت المحدد والكلام والحديث مع كابتن الطائرة الذي أعطى الأمر بفتح الكاونتر بعد غلقه طبعاً أعطى هذا الأمر بعد الوقت المحدد مما سببه تأخر الطائرة عن الوقت المحدد للإقلاع حوالي خمسة وخمسين دقيقة المهم في هذا الموضوع أنه الأمر اللي أمر به سيد رئيس الوزراء بقدر تعلق الأمر بالسيد أحمد عاصم حسين البندر المكلف بالعمل مع السيد الوزير فقد وجه سيادته بإنهاء تكليفه وإعادته إلى وظيفته السابقة فوراً وإحالته إلى التحقيق عن فعله في التسبب بتأخير الرحلة المشار إليها أعلى وهناك تعميم عام أيضاً بخصوص تأخير الرحلات الجوية وجه السيد رئيس الوزراء بالالتزام التام والكامل بالتوقيتات حسب الجداول الزمنية المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك هذه القضية أيضاً شغلت الرأي العام وديداً هذه الحكومة ونهج هذه الحكومة هو التوقف عند هذه الممارسات التي تعبر عن وجود فساد إداري ومحاولات لاستغلال النفوذ من أجل منافع شخصية مهتم جداً السيد الرئيس الوزراء بهذا الأمر ويتابع كل تفصيل من هذا النوع بشكل شخصي هناك أمور جرت على هامش قبل الدخول في قرارات مجلس الوزراء جرت على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم كشف كشف الدم المالية جراء متبع في كل مؤسسات هيئة النزاهة تطالب كل موظفي الدولة بكشف هذه الدم يبدو أن بعض الوزراء قد تأخر في ملء الاستمارة أو تقديم هذا الكشف إلى هيئة نزاهة اليوم السيد رئيس مجلس وزراء وجه الوزراء المتخلفين عن تقديم هذا الكشف بتقديمه في أسرع وقت إلى هيئة النزاهة والإفاء بهذا الأمر على الهامش أيضا على هامش الجلسة واستعدادا للعام الدراسي المقبل من أجل تهيئة الظروف مناسبة للطلبة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء من أجل مناقشة وإيجاد الآليات والحلول المناسبة لبدء عام دراسي جديد آمن في ظل توقع استمرار جائحة كورونا وعدم الدخول بالإشكاليات اللي دخلنا به هذا العام ودخل بها كل الدول تقريبا فاجأها وعطلت المدارس حرصا على العملية التربوية والتعليمية رئيس الوزراء وجه بتحديد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لوضع حلول لهذه القضية مجلس الوزراء اليوم ابتدى نقاشات في جلسة اليوم حول جائحة كورونا والتحديات اللي ممكن تواجه الحكومة وتواجه المجتمع بصورة عامة مع قرب وجود مناسبات دينية ووجهه السيد رئيس الوزراء كل الوزارات المعنية والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لتشكيل فريق عمل خاص كي يؤمن أمرين أولا أن يكفل قدسية هذه الممارسات والمناسبات الدينية بالوقت الثاني يكفل أيضا عدم تعرفون أن هذه المناسبات تشارك بها في الظروف الطبيعية والإعتيار تشارك بها ملايين نكفل قدسية هذه الممارسات بالوقت الذي يجب أن تكفل الحكومة ومؤسساتها آليات وطرق الوقاية وعدم جعل هذه المناسبات وهذه جمعات الكبيرة مناسبة لدفع باتجاه تفشي الوباء وارتفاع عدد الإصابات ومن يوم الغد تبدأ هذه الفرق عملها لإيجاد الصيغ الكفيلة بحماية المجتمع وكذلك حماية قدسية هذه المناسبات أقر اليوم مجلس الوزراء مشروع غاية في الأهمية تعلمون ومنكم قد يكون متابع بالأرقام مدى حالات العنف الأسري اللي بدأت نوعا ما ترتفع أعدادها في المجتمع العراقي اليوم كان نقاش طويل ومستفيض حول مشروع هذا القانون مجلس وزراء أقر المشروع مشروع القانون وأرسله إلى مجلس النواب وحث مجلس النواب على الإسراع بإقراره لما له دور كبير في أن تؤدي المؤسسات الأمنية العراقية والمؤسسات الاجتماعية العراقية دور كبير لها في حماية المجتمع من هذه الآفة اللي بدأت نوعا ما تكبر بالاطلاع على الأعداد اللي تتعرض لهذا العنف الأسري أنا الآن مستعد الاستماع إلى سئلتكم وكن سعيد إذا أستمع لها تضل السلام عليكم محمد عهد أنا أستاذ هناك لجنة شكلت برئاسة وزير الموارد المائية لمناقشة الملف المائي لسد أليسو مع الجانب التركي متى سيتوجه هذا الوفد إلى تركيا وهل سيناقش ملفات أخرى شكرا بالتأكيد هذه القضية بالتحديد خول السيد وزير الموارد المائية بمتابعتها وقضية أساسية تخضع الاتفاقات دولية وقانون دولي بشكل عام وتخضع التوافق والاتفاقيات مع الجانب التركي بشكل خاص حقنا وحصتنا المائية محفوظة بمواثيق دولية وجانب التركي أيضا هناك تواصل بينه وبين الجانب العراقي بهذا الخصوص سيد رئيس وزراء خول وزير الموارد المائية بقيادة هذا الوفد وقيادة هذه المفاوضات وبالتأكيد بالحوار مع الجارة تركية سنضمن حقنا بالحصة المائية رغم وجود سد أليسو والسدود الأخرى التانوية الموجودة في نفس المنطقة لكن هذه الحكومة بتخويلها لسيد وزير الموارد المائية مصرع على حفظ حق العراق وحصة المائية وفق المواثيق الدولية السلام عليكم أستاذ أحمد السجاد الموسوي من العراقية الإخبارية في ظل تحديد موعد للانتخابات من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والحديث عن الانتخابات الأبكر لسيد رئيس مجلس النواب كيف ستعالج الحكومة مع البرلمان مقاومات إقامة الانتخابات كقانون المحكمة الاتحادية الدوارة الانتخابية وكذلك الدعم المالي واللوجستي الذي يقدم للحكومة واسمح لي بالدقيقة أيضا هناك لجنة مشكلة في موضوع آخر لمعالجة مسألة المحاضرين المجانيين والعقود والأجراء هناك معلومات تتحدث عن تسريح أكثر من 400 إلى 500 عامل بأجر يومي وعقد من إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن كيف تنظر الحكومة لمعالجة هذا الأمر شكرا جزيلا وآسف على إطالة بالنسبة للانتخابات واستنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات لنص على الدستور كل سلطة تقوم بدورها فيما يقص الحكومة مثل ما تحدثت بتقديمي في هذا المؤتمر فيما يقص الحكومة رأت بأن هذا التاريخ مناسب جدا كي تقوم بدورها اللازم من أجل إجراء انتخابات حرة نزيهة في مناخ طبيعي طبيعي ومناسب يختلف تماما عن انتخابات 2018 التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه الآن إذن هذا دور الحكومة أما فيما يخص دور مؤسسات أخرى مثل المؤسسة التشريعية مجلس النواب فهذا خاضع إلها ستقوم بدورها بالتأكيد وهناك أمامها إكمال قانون الانتخابات والملاحق والملاحق الدوارة الانتخابية وكذلك تعديل قانون المحكمة الاتحادية هذه أدوار لمجلس النواب بالتأكيد كل مؤسسة في هذه أو كل سلطة في هذه الدولة ستقوم بدورها المطلوب منها من أجل حسم هذا الملف وإقامة الانتخابات المبكرة لحسب ما قدمنا هي مطلب شعبي ومفصل مهم في تاريخ هذا البلد وهذه العملية السياسية موضوع الأجراء اليوميين والعقود بتفصيل تفصيل قد يكون قانوني نوعا ما إلى علاقة بالموازنة وعدم إقرارها هذا العام وإلى علاقة بطبيعة أداء بعض الوزارات في الحكومة السابقة بعض الوزارات في الحكومة السابقة قامت بالتعاقد وتعيين بأجر يومي لهناك وزارة قامت مئتين وعشرة ألف قسم كبير من دولة مئتين وعشرة ألف أجير يومي ومتعاقد لم يكن لهم غطاء مالي بالحكومة السابقة هذا ليس التنصل من هذه الحكومة رغم من الإجراء للحكومة السابقة غير قانوني الحكومة الحالية تبحث أي مخرج أو منفذ قانوني من أجل سد هذه الثغرة التي تسبب بها بعض قرارات الوزراء السابقين في الحكومة السابقة لن تتنازل أو لن تتعكز على أنه قرار سابق للحكومة لأن هؤلاء الأجراء اليومين والمتعاقدين أبناء هذه الدولة وهذه الحكومة مسؤولة عن حل موضوع توريطهم من قبل بعض الوزراء السابقين السلام عليكم السلام عليكم في البدء نعزي أخوتنا العزيدية لمرور ست سنوات على الإبادة الجماعية السواري هو يخص قضاء سنجار وإدارة قضاء سنجار بسبب تواجد أكثر من جهات موجودة في قضاء سنجار كإدارة هذا السبب بعدم وجود بناء تحتية عدم ما يجعل أنه عودت النازحين من الخيم إلى سنجار صعوب لعدم وجود بناء تحتية من ماء وكهرباء وما شاف هذلك سؤال الثاني عندي نشيد أنه بجهود الست فيان وزيرة الهجر المهجرين باتفاقتها لكن بعض النازحين يتساءلون عدم استلامهم الأغلبية طبعا عدم استلامهم منحة المليون ونص المخصصة من الوزارة شكرا جزيلا فيما يخص حرصة الكارثة التي تعرض لها شعبنا الأزيدي قبل ست سنوات بالأمس التقل سيد رئيس الوزراء بوفد من الضحايا ومثلي الضحايا الأزيديين وعبر لهم عن حرصة لإلاء هذا الملف اهتمام كبير ولا يريد سيد رئيس الوزراء أن يكون يوم الثالث من قاب من كل عام مناسب للاحتفال وننساه يوم أربعة ثمانية لذلك منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة وربما من آخر أيام التكليف هناك مستشار خاص مكلف في هذا الملف ولديه فريق كامل وبتواصل مع المعنيين بهذا الملف في سنجار وغيرها من العوائل وعوائل الضحايا والمؤثرين في هذه المنطقة وهذه الحكومة والشخص السيد رئيس وزراء ومكتبه يول اهتماما كبيرا لهذه المأساة التي تعتبر جرحا كبيرا في الجسد العراقي الموضوع ليس كلام فقط وليس مناسب للاحتفال كل ثلاثة آب من كل عام هناك تعقيد أيضا جيوسياسي في هذه المنطقة وهذا التعقيد أيضا محل اهتمام ونظر وخطة دقيقة لإنهاء هذا التعقيد الجيوسياسي من أجل البدء بإعادة إعمار سنجار والمناطق المحيطة بها ومن أجل أيضا خلق مصالحة مجتمعية هذه الحادث تنظيم داعش الإرهابي بأفعاله هذه بعض العناصر التي انتمت للتنظيم من المناطق المحيطة لداعش أحدثت شرخا كبيرا في النسيج المجتمعي في تلك المنطقة إذن قبل إعمار البناء يجب إعمار النفوس وأيضا هذا جزء يعني مهم من مهام مكتب رئيس الوزراء والفريق المكلف بهذا الموضوع وهذه القضية المهمة والأساسية السلام عليكم ندى المرسومي مراسلة قناة التغير الفضائية الشق الأول من السؤال أنه استجابة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقضية الحدث حامد زرعت الأمل لدى الكثير من المواطنين المنتهكة حقوقهم خصوصا أنه السجناء يعني كما نعلم جميعا تمتلئ بالأبرياء يعني هل هناك مبادرة حقيقية تجاه هذا الموضوع والنظر بقضايا السجناء هذا الشق الأول الشق الثاني انتهاكات نفسية وجسدية تقصد نظر بقضايا السجناء الأقصد السجناء الأبرياء يعني كثير من السجون ممتلئة بالسجناء الأبرياء كما حصل معه يعني سوى حامد أو غير يعني الحدث حامد فهل هناك يعني مبادرة حقيقية للنظر بقضاياهم الشق الثاني أنه انتهاكات نفسية وجسدية مورست ضد الآلاف من العراقين باسم القانون يعني هل سنتمكن من تنظيف المؤسسة الأمنية من تلك العناصر التي أساءت لهذه المنظومة وما هو الضمان الحقيقي لعدم تكرار هذه الانتهاكات شكرا جزيلا خليه خليه بشق الثاني الجدية والإصرار والإجراء السريع والاهتمام للسيد رئيس الوزراء بقضية حامد سعيد هي أكبر وأهم رادع لمن تسوى نفسه من القوات الأمنية أن يخالف القانون ويعتدي على كرامة الإنسان ويخالف مبادئ حقوق الإنسان إذن الرادع موجود هذا لا يعني أن نكتفي أو تكتفي الحكومة بالرادع فقط بل كما أسلفت هناك تفعيل لكل الأجهزة المسؤولة عن مراقبة هذه التصرفات وتحسين أداء القوات الأمنية فيما يخص ملف حقوق الإنسان شق الأول من سؤالك يتعلق هذا الموضوع بمجلس القضاء الأعلى ليس للحكومة ليس للحكومة نية بالتدخل بموضوع المجلس القضاء الأعلى باعتبار الفصل بين السلطات مبدأ محترم عند هذه الحكومة ومجلس القضاء الأعلى هو المعني بهذه القضية السلام عليكم أحمد دليمي الوكالة الغربية الأنبار كانت منكوبة حسب قرار مجلس النواب العراقي في حينها الآن أصبحت من أفضل المحافظات بشأن الإعمار تسر الناظرين السؤال هل لدى أنية لدولة رئيس مجلس الوزراء وسادة الوزراء لعقد جلسة مجلس الوزراء في هذه المحافظة التي كانت منكوبة اليوم أصبحت من أفضل المحافظات والذهاب أيضا إلى منفذ طريبيل الحدودي من أجل حل هناك مشاكل كثيرة يعاني منها رجال الأعمال والتجار حتى يكون رد اعتبار لهؤلاء من قبل بعض الذين لا يريدون تطبيق النظام في هذا المنفذ كما حدث في المنافذ الأخرى التي زارها دولة رئيس مجلس الوزراء شكرا عقد الجلسات مجلس الوزراء في المحافظات وليس مكرمة بغداد العاصمة التي تضم مؤسسات الحكومة قد تكون الأكثر حضورا لجلسات مجلس الوزراء كشكل طبيعي لكن مجلس الوزراء بإمكانها أن يعقد اجتماعاته في أي محافظة ولا تميز بين محافظة وأخرى وستشمل حضور جلسات مجلس الوزراء تقريبا كل المحافظات العراقية لا فرق بين أي محافظة وأخرى حسب الأولوية والحاجة يعني هو ليس مكرمة وليس هدية لأبناء هذه المحافظة أن تعقد هناك حاجة ضرورية لعقد هذه الجلسة في هذه المحافظة أو تلك متى ستحيين الفرصة لعقد جلسة أو تحيين الحاجة لعقد جلسة في الأنبار من الطبيعي جدا أن تعقد الجلسة في الأنبار موضوع الطريبيل والمنافذ الحدودية عموما لاحظتم الاهتمام الكبير والإجراءات الصارمة والحازمة اللي وجه بها سيد رئيس الوزراء حول هذا الملف ومنفذ الطريبيل من المنافذ المهمة والأساسية من هذا من هذه المنافذ وإرادات إرادات داعمة لموازنة الدولة وخزينتها وهي محل الاهتمام وقد تكون هناك زيارات قريبة لأجراء مشؤولين لهذا المنفذ وللمحافظة عموما الحوار متواصل مع أقليم كردستان والوفود قريبا سيزور بغداد وفد من الأقليم الحوارات متواصلة ولا خيار بين بغداد والإقليم إلا الحوار الحوار ثم الحوار ثم الحوار من أجل حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم وفق دستور وتحت سقفه واضح تفاصيل كثيرة موجودة تحتاج إلى إدامة زخم هذا الحوار من أجل تذليل كل هذه العقبات الموجودة في تلك الوصول إلى اتفاق نهائي ما دمنا مصررين في بغداد وفي أربيل على الحوار فلن تبقى هناك مشكلة عالقة وهذا المبدأ متفق عليه الطرفين سواء حكومة الأقليم أو الحكومة الاتحادية بتكثيف الحوارات وتبادل زيارة الوفود من أجل حل جميع المسائل عالقة تحتسق في الدستور السلام عليكم عليكم حيثار الشيخ مرأس الوكال الشفق نيوز صحيحنا الأمر مدة عام بعد لكن هل يفكر سيد الكاظم المشاركة في الانتخابات المقبلة الشيخ الثاني من السؤال خلال الكلمة الخاصة بعلان موعد الانتخابات قال سيد الكاظمي أنه سيعمل على حصل السلاح بيد الدولة هذه المهمة فشلت بها الحكومات المتعاقبة بالعراق ما هي الخطوة بهذا الخصوص وشكرا السيد رئيس المجلس الوزراء مكلف بمهمة محددة وهي قيادة هذه الحكومة رئاسة هذه الحكومة لحين الوصول إلى انتخابات مبكرة وهو يؤدي هذه المهمة بكل حرص وبكل مسؤولية وسيكون على رأس هذه الحكومة وفيا بالعهد بإيصال البلد إلى منعطف ومفصل الانتخابات المبكرة يؤدي هذه الرسالة وهو مصر على تأديتها مهما كلف ذلك مهما كلفه من جهد وثمن وراحة بال أنا أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم نشوفكم إن شاء الله في مناسبة قادمة